اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تأهل البطل الجزائرية الى ربوع النهائية وسط دموع طالية غزيرة وطارت قصة الملاكمة الجزائرية ايمان خليفة جدلا واسعا خلال الفترة الاخيرة حول اتهامات للعب تتعلق بعدم اجتيازها اختبارات الاهلية الجنسية ما ادى الى استبعادها من بطولة العالم للملاكمة خلال العام الماضي هذا ويذكر انه سبق ايقاف الملاكمة الجزائرية بسبب شكوك حول اهليتها الجنسية بعد فشلها في اختبارين سابقين الايطالية كاريني منافسة الجزائرية انهارت بالبكاء وسط الحلبة بعد انسحابها وصرحت بالقولة انها لم تتعرض في حياتها لمثل هذه اللكمات القوية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء